من هو المدير الاستراتيجي؟ أولاً، هناك مستويات ثلاثة للإدارة، وهم مدير مستوى المنظمة الإدارة العليا، مدير مستوى النشاط، مدير المستوى الوظيفي ثانياً، المدير العام هو المسؤول عن الأداء العام للشركة، يضع أهدافاً استراتيجية عامة، وتوزيع الموارد على قطاعات وأنشطة المنظمة يترك لمدير النشاط فرصة اتخاذ القرارات الخاصة باستراتيجية النشاط، ويقتصر دوره على توجيه أسئلة دقيقة عن المنطق الذي يحكم قراراتهم الاستراتيجية ثالثاً، مدير النشاط المسؤول عن نشاط أو قطاع أو أحد الفروع، تطوير استراتيجية النشاط في ضوء الاستراتيجية العامة للمنظمة رابعاً، المدير الوظيفي مسؤول عن وظيفة محددة مثل التسويق خامساً، دور المدير التخطيطي توفير التسهيلات اللازمة لدعم المدراء في المستويات الأدنى على القيام بعملية التخطيط من خلال وضع أهداف عامة للمنظمة وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ترجمة نانسي قنقر